التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالية الغربية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط وتختص القاعدة بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدرتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوية وأضف المتحدث أن القاعدة تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية ضمن خطة التطوير الشاملة لقوات البحرية بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط وذلك لمجابهة أي التحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولية للكتاب في اليوم الثالث من افتتاحه أمام الجمهور وكان اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين التي تقام تحت عنوان في القراءة حياة شهد زيارة 90 ألف مواطن لقاعات المعرض وهي الطاقة الاستعابية القصوى التي حددتها إدارة المعرض للحضور اليومي مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا احتفلت الجالية المصرية في مقاطعة أونتاريو بإضاءة بورج سي أن تاور وهو أعلى مبنى في كندا بألوان العالم المصرية احتفالا بانطلاق شهر التراث المصري في كندا وتجمع المصريون في الشوارع القريبة من المبنى الشهير بمدينة ترونتو للاحتفال بإنارة البرج بألوان العالم وهو الحدث الذي تم تنظيمه من قبل الهيئة الكندية للتراث المصرية ويعتبر بورج سي أن تاور أحد المعالم الرئيسية في كندا وهو بورج اتصالات ومراقبة يقع وسط مدينة ترونتو كبرى المدن الكندية وعاصمة إقليم أونتاريو ويعد أحد أبرض وأطول أبراج العالم حيث يبلغ ارتفاع 550 مترا وتم الانتهاء من بنائه في عام 1973 أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 666 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاءهم ليرتفع إجمالية متعافية من الفيروس إلى 212725 متعافيا وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 198 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة مشيرة إلى إجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 281.722 حالة من ضمنهم 212.725 حالة تم شفاءها و16.215 حالة وفاة أعلنت السلطات السعودية أنها ستمنع الصفر من وإلى عدد من الدول من بينها فيتنام وأفغانستان وذلك بسبب مخاوف تتعلق بتفشي فيروس كورونا وأوضحت السلطات السعودية أن الحظر سيسري اعتبارا من الرابع من يوليو وسيطبق على أي فرض كان بهذه الدول خلال 14 يوما مشيرا إلى أنها ستعفي المواطنين السعوديين الذين سيعودون للبلاد قبل الأحد من الإجراءات الجديدة سجلت الصين 23 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 18 حالة في اليوم السابق وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مشيرا إلى أن إجمالية عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغا 91.833 حالة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4.636 حالة أفاد مصدر أمني عرقين بوقوع قتلى وجرح إثر هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار وقال المصدر أن خلايا تنظيم إرهابي قامت بشن هجوم من خمسة محاور بالقرب من بحيرة حديثة في الأنبار مما أصفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين وأشار المصدر الأمني إلى انتقال القوات الأمنية وتكثيف الاستنفار الأمني في محيط الهجوم وفي سياقنا متصل أفاد مصدر أمني باستهداف خطين لنقل الكهرباء بالقرب من المواصل عن التحلف العربي تدمير طائرة مصيرة مفخخة داخل الأراضي اليمنية أطلقتها قوات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية وقال التحلف العربي أنه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابع لقوات الحوثي بالأجواء اليمنية أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيطة جنوب غربي السعودية وأشار إلى استمرار محاولات قوات الحوثي تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك نهاية مجز التاسعة فاصل منعود الاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر